إلى اليمن حيث أعلن المبعوث الأممي الخاص لليمن هانز جرونبرغ لاتفاق على تمديد الهدنة الحالية التي وصلت اليوم إلى نهايتها في اليمن مدة شهرين ورحبت أشنطن بالسناف رحالات الجوية بين صنعاء والقاهرة وتقديرها للجهود المصرية تمديد جديد للهدنة ووقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة في اليمن إذ أعلنت الأمم المتحدة تجديد الهدنة مدة شهرين إضافيين استكمالاً للاتفاقية السابقة المبرمة ما بين الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثية التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل الماضي ورحب المبعوث الأممي هانز جرونبرغ باتفاق الأطراف واصفاً الهدنة على أنها تحول كبير في مصاري الحرب وجاء نتيجة اتخاذهم قراراً مسؤولاً وشجاعاً يخمدوا نيران الحرب اليمنية واشترطت الحكومة تمديد الهدنة بموافقة الحوثيين على رفع الحصار عن مدينة تعز والتي تقع تحت سيطرتهم فيما طالبت الجماعة بدفع رواتب الموظفين في المواقع الواقعة تحت سيطرتهم إلى جانب إتاحة وصول المساعدات الإنسانية والنفط عبر ميناء الحديدة أن هذه الهدنة هي هدنة إنسانية وبنيت على أساس إنساني فهم من يمانعون أن يكون هناك تحركات إنسانية المطار والميناء هذا حق من حقوق أبناء الشعب اليمني إذا فتح فهو حق من حقوق لن نساوم على هذه المواضيع أبداً لن نساوم على حقوقنا وحقوقنا سننتزعها انتزاعاً ومع تجدد الهدنة بين الأطراف انخفض عدد ضحايا نزاع خلال الشهرين الأخيرين بنسبة 50% واستؤنفت الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء ضمن بنود الهدنة وبالرغم من الآمال المرافقة والمعولة على هدنة وقف إطلاق النار بعد سنوات من حرب دامية إلا أن الهدنة متأرجحة فكل طرف لا زال يصر على مطالبه وموقفه وما المساع الأممية سوى محاولة للحفاظ على شعرة معاوية من الانقطاع جراء المشدات بين الحكومة والحوثيين